مرت السياحة في تطورها التاريخي بثلاثة مراحل زمنية مختلفة أول مرة على وجه الأرض وحتى القرن الرامع وتضبط حركة البشر السلع والخدمات هي طريقة فهي وسائل أو طرق بداية وبسيطة جدا الإنسان في هذه الفترة كان يقوم برحلات عديدة والأسباب متنوعة الأسباب هذه ممكن تكون التنقل بغرض ديني أن يزور المعالم الدينية مثل المعابد الفرعونية أو أن يتنقل تلقي العلاج بأن يذهب مثلا للمناطق التي فيها عيون الماء الحارة أو يذهب مثلا للمعابد يتبرك بالأولياء والصالحين أو أن ينتقل بغرض الترفيه وطبعا يبحثون في ذلك الوقت عن الأماكن التي يكون المناخ فيها جيد ومعتدل أو أن يتنقل من مكان إلى آخر بغرض التجارة لبيع المنتجات البدائية فهذه الأغراض أو الأسباب هي اللي شكلت عندنا أشكال السياحة اللي رح نتعرف عليها لاحقا إن شاء الله السياحة العلاجية السياحة الترفيه السياحة الدينية 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 اشتركوا في القناة